مظلومة deeper لا أنت اللقب ده لتامر حسني شي ظلم مظلم ليه ولا ظلم للناس أنا شايفت أن أنت شايفت فيه ظلم ليك أنت لا لينا لينا هتكلمين عليها أكلمي عن الناس لا أنا بكلمك أنت أنا بكلمك عن نفسك أنا عن نفسي آه عدوا لنا هو نجم الجيل لا نجم الجيل بقى لماذا متضرر من أن هو يتقال عليه نجم الجيل علشان لماذا شايفت يعني نجم الجيل هو أحسن حاجة في كل الحاجات من أحسن في كل الحاجات؟ لا يوجد أيضا أحسن في كل الحاجات ologد ميحن من أشخاص عند دفعونها ونجم الجيل تاني عندما تقولين للجاهل ومن مجتمعين هنا أشخاص تتلصب هناك أشخاص محمد مونير و niet هذا الجيل هذا الجيل أصبع يقول حضرتك على شيئا لما تيجي نتكلم على حد لازم تتكلم عن حد نجح كسر الدنيا محمد مونير ده أسطورة ده ده قصة تانية ده فكرة تانية النجاح سهل النجاح سهل جدا ولكن الاستمرارية هي اللي صعبة جدا انا مش ضد اي حاجة انا بكلمك عن كلام احنا بنحكم على دلوقتي احنا ولاد النهاردة تامر حسني النهاردة نجم جبير بس مش نجم الجيل هو النجم رقم واحد في جيله ليه ترفض ده رأيي الشخصي ده مش رأيي الشخصي من رأيي مين ده جماهريته ده الاقبال على حفلاته على أفلامه على إراداته في الاتنين على سوشيال ميديا اوكي انا هقولك حاجة انا يعني برضو يعني هو أعلى حاجة في كل دول في وسطك وكلكم مش شرط لا هو شرط ممكن يكون هو في نوع كده أنا بساعات بعمل حفلات في مهرجان الموسيقى العربية ببقى دار الأوبرة المصرية بتترجم هناك حقاية ما بتبقاش قابلة للنقاش ايه هي بقى الحقاية اللي هي ارادات الالبوم بتاعه وافلامه الاقبال على حفلاته أجره الأعلى انتظامه في الالبوم بتاعه طب لو هو بقى كلهم على بعض يبقى نجم الجيل ولا لأ لو هو كلهم على بعض يبقى نجم الجيل طبعاً لو هو كلهم على بعض يبقى دامر حسني نجم الجيل يعني انت شايفة انه هو أحسن محب يغني أنا بسألك انت أنا مش شايفة ما هو انت يتكلميني ما هو لازل مش جولة يبقى بني وبينك لا مش أنا اللي شايفة ده جمهور اللي شايف شايف انه هو أحسن صوت اراداته اللي بتقول كده سوئي يا مهريته اللي بتقول كده أجره اللي بيقول كده آآ آآ هقول لك على حاجة هو انت لو أنا سألتك يعني قلتلك هو أحسن صوت هو أحسن مزيكة هو أحسن اراداته أحسن كل حاجة قلتلي اه انا هقول عليك بجيل ليه انت بتصدقني قوي كده لا لأنني أريد فقط أن أقول ذلك فقط أن أي شخص يقول ذلك إنما أنا لا أتكلم عنه هو الحكم الحكم أن هناك ناس كثيرة جداً بتتعب يعني شخص مثل محمد حماقي نحن نتكلم على نتائج وليس على اجتهاد اجتهاد في ناس كثير جداً على فكرة تجتهد وليس واخدين مساحتهم أصلاً هذا موضوع آخر لكن نحن الآن نتكلم على نتائج نحن نقول لحضرتك أنا كنت بسمع من فترة كده بسمع موكلسوم عاملة لقاء زي أنا وحضرتك قاعدين فيه فبيقول لها كنت راكم واحد في جيلها راكم واحد بيقول لها إيه؟ بيقول لها ليه ما بتحبش تتكلمي في المايك فقالت له أنا ما بحبش أتكلم في المايك لأني بغني فقال لها طب الناس بتحبت جداً تقول لهم كلمتين هيتلون مش كل من يحبوا الناس يعلي من شأن الفنان يعني مش كل اللي الناس تحبوا أو تعشقه هو دون رمز من رموز الفن يعني مش كده إنما فيه الناس طب لو كنت أنت في نجاحه كنت حترفض تبقى ملقب ملقب بأحسن منهم ولا أنا أحسن واحد نجم جيل أنا أحسن واحد ولكن مش أنا أحسن منهم نجم جيل مش معناها أنه أحسن ثانية واحدة هو نجم العالم هو ولا معناها أفضل صوت ولا أفضل ألحان ولا مش معناها كون كلمة نجم جيل كلمة نجم جيل هي فيها هو أنجم واحد هو أنجم واحد في الجيل ده هادي أنتي جبت ناس كتير ما هو المشكلة أنتي عارف رقوتينهم كانت مع أمو كولسوم كانت كده وكان فيه ليلة مراد وكان فيه شاتية وصباح وكان فيه ناس عايشة وكل الناس بتحبهم كان فيه ناس كتير قوي كان فيه كل الناس وهي كانت نجمة جيلها كانت نجمة هي هي صوتها بصي هو أنا لي أقول أنك أنت ما أقول أنا أحسن ليه أقول أنا أحسن منهم بتغير من تامر حسني لا خالص طب هو ما قالش هو مش شكلي خالص هو ما قالش هو اتقال عليه نجمة جيل اتقال عليه يعني أنا اللي قال عليه كده ظلم مش ظلمه هو هو يستحق أكبر منها ظلم جيل هو يستحق أكبر منها لأنه هو شخص ذاكي جدا جدا وشخص فعلا يعني مكسب للموسيقى مبدئيا كمخ وكدماغ وككريتب إنما أنا بتكلم على حاجة تانية خالص طب إذا هو كل هذا بتكلم على إن أنا ليه أنا أقول ليه أنا أقول ليه أنا ما أقولش أنا مثلا مثلا بقول مثال أحسن صوت ليه أنا أقول أنا أحسن من كل الأصوات اللي موجودة دي كلها ما تكلم عن نفسي بس هو ما قالش ليه أنا أقول هو ما قالش يعني قصدي وما تقالش إنه أحسن اتقال إنه أنجم لا هو ممكن ممكن أنت يعني في ناس تقول كده ولكن في ناس عندها إراداته حفلاته أجروا خلى الناس تقول كده مش مكياس وما لقى المكياس يعني المقياس لحاجات كتير جدا جدا عبد الحليم لما طلع ما كانش إراداته إرادات تامر حسني على فكرة أكتر من عبد الحليم لحد دلوقتي يعني إرادات تامر حسني أكتر من أم كلسوم في ست حفلات ليها في حفلة واحدة هو ولكن ده مش هو المقياس يعني ولا هو ده الزمن غير الزمن وفيه ناس كتير أو طلعت في بداية حياتها ما عملتش حاجة وهم نجوم مكسرين الدنيا يعني فيه دلوقتي نجوم رقم واحد أنجم من نجم الجيل لما طلعوا كان فيه نجوم عليهم أكبر منهم بكتير تاني هقولك إحنا ولاد النهاردة ليه؟ وإحنا بمتعلمش من خبراتنا إحنا ولاد النهاردة ليه؟ يمكن كمان أسبوعين نصور حلقة تانية يبقى فيه واحد أنجم من تامر حسن أنا قد أقولك لأ يمكن يبقى أحمد سعدة أنجم لما بنيجي نختلف في وجهات نظر بنجيب خبرات قديمة أو حاجات فعلا حصلت عشان نتكلم عليها يعني مثلا أنا مش هقول لحد أنا أقول لك كده عمر دياب لما كان لما نزل أول نزوله كان فيه جنبه ناس كتير جدا كانت أنجم منه هو دلوقتي نجم جيله هو دلوقتي نجم جيله لا هو نجم جيله من زمان قال دي بقى لنك دة المعلومات التانية دها النهاردة نحن أولاد النهاردة دعم محتاجا أنا د에 علا نتكلم كده لعمر دياب ونرجع تاني أصلي July نتكلم عن عمر دياب أنت نجيبت سيرته أنت جاملنا تكلمينه عن مطلوبين أنت اللي جيبت سيرته جاملنا تكلمين 90 أنت اللي جيبت سيرته د CEIL جاي ورا استنى بشر هل تحب أن ترجع للمطرفين؟ لماذا؟ أنا أحب أن أرجع كل شيء عمر الدياب في حلقة من حلقات سولة قلت أن عمر الدياب لا يوجد الترب والغنى والأداء وليس معطرب وقلت أن أغنية حبيبي عمري ممكن أن تتغنى بطريقة أحلى من كده بكثير وغنتها بطريقة أحمد سعد عليش سأقول بس أحراتك الجملة على بعضها كانت عاملة كيف؟ أنا بقول أن عمر الدياب أغنيه لو أنا جاء تغنتها مش هغنيها زيه لأن هي أغانية عمر الدياب هي جزء من ذكائه لأنها هو ما تتغنىش غير كده هو بس بيطبع صوته عليها تقولت كان ممكن يغنيها كده ورحت مغنيها لسه هكمل ولكن في أغاني ساعات بيختارها ساعات اختار أغاني هي مش بتاعته لأن هي مش شبهه أغاني طربي جدا يعني كل واحد لي الشكل بتاعه يعني كل واحد لي الشكل أنا قلت حبيبي أغاني أنا قلت حبيبي أغاني أنا قلت حبيبي أغاني شكرا